وصف منسق فريق الطوارئ التبيب منظمة الصحة العالمية شون كيسي الأوضاع المزرية في مستشفيات قطاع غزة التي لا تزال عاملة بأنها تعكس تدهورا سريعا في النظام الصحي إلى جانب تلاشي مستوى دخول المساعدة الإنسانية خصوصا إلى المناطق في شمال القطاع وقال كيسي إنه خلال الأسابيع الخمسة التي قضاها في غزة شاهد يوميا في المستشفيات مصابين بحلوق شديدة وقصور مضاعفة مفتوحة ينتظرون ساعات أو أياما لتلقي العلاج وأضاف في تصريح صحفي بمقر الأمم المتحدة بنيويورك أنهم كانوا يطلبون منه في كثير من الأحيان الطعام أو الماء وهو ما يظهر مستوى اليأس حسب تعبيره رأيت مرارا وتكرارا أدلة على الكارثة الإنسانية التي تعيشها غزة الوضع هناك يزداد سوءا يوما بعد يوم هناك انهيار للنظام الصحي مع إغلاق المستشفيات أبوابها وفرار العاملين والأدقم الطبية واستمرار تدفق الجرحة وعدم الحصول على الأدوية والإندادات الطبية في ذل عدم توفر الوقود لتشغيل مولدات المستشفيات ترجمة نانسي قنقر